السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على بعض المشاكل والأخطار التي تهدد المحركات الكاربائية كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا دائما أضع بعض الحلقات المرتبطة بالشرح لهذه الحلقة في الوصف نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح طبعا المحرك الكاربائي مثله مثل كل الأجهزة الكاربائية هناك عدة أخطار ومشاكل قد تتسبب في تلف المحرك الكاربائي الشيء الفريد في المحركات الكاربائية التي يتطور أنه عند تعرضها لأي مشكل وخصوصا مثلا ارتفاع في شدة الطيار الكاربائي المسعوبة من طرف المحرك يعبر عن كل مشاكله بحرارة أو سخونة داخل المحرك وتعتبر ارتفاع شدة الطيار وارتفاع درجة حرارة المحرك من بين أهم الدلائل إلى وجود مشكلة وقد تؤدي إذا لم يتم تدخل بسرعة لإصلاح العطب إلى تلف ملفات المحرك بالكامل حسنا إذا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك الكاربائي وبالتالي ارتفاع شدة الطيار التي سيسحبها والتي قد تؤدي إلى تلفه هناك عدة أسباب منها أولا تحميل المحرك بأحمال وأوزان أكبر من طاقته مما يتسبب في إعاقة الضوران طبيعي للمحرك وهذا يزيد من شدة الطيار وهو ما يتسبب في تلف المحرك ثانيا الخفار جودة التبريد إذا كان نظام التبريد للمحرك غفاعل أو به مشاكل فلن يتمكن من إزالة الحرارة المتولدة وسيتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك ثالثا الأعطال والصيانة السيئة عندما يكون هناك مشكلة في الملفات المحرك أو أحد الأزاء الأخرى مسؤولة عن دوران محرك يتولد الذين احتكاكات في الدوران مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك أيضا عدم القيام بالصيانة الدورية جيدة للمحركات لإزالة الغبار والأوساخ يقلل من كفاءة التبريد ويرفع درجة حرارة المحرك رابعا ضروف تشغيل قاسية يعني تشغيل المحرك تحت الشمس أو في ضروف قاسية أو في أماكن مغلقة محدودة التهوية سيزيد من ارتفاع حرارة المحرك وأيضا حتى تشغيل متكرر يعني إيقاف وتشغيل إيقاف وتشغيل بشكل متكرر يزيد من حرارة المحرك وخصوصا إذا كان محرك تحت أحمال وأوزان كبيرة سيؤدي ذلك إلى تراكم حرارة بشكل كبير وارتفاعها خمسا الإفراط في تشغيل المحرك ولفترات طويلة أيضا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك سادسا الرطوبة وبخار الماء أيضا بخار الماء الكتيف ولفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل داخل المحرك التعمل للقطاع أحد الفازات الثلاثة إذا انفصل أحد الفازات على المحرك الكهربائي يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالتالي تلفه إذا لم يتم تدخل بسرعة لإصلاح هذا المشكل ليس هذا المشكل لوحده فقط بل يجب عليه نحل كل هذه المشاكل حتى نضمن استخدام جيد وآمن وطويل المدى عبر زيادة العمر افتراضي لمحرك وتجنب الأعطاء أو التوقفات المفاجئة لمحرك الكهربائي التي ستسبب في تلفه أو تلف أحد مكوناته إذا من كل هذا ما هي الطريقة التي يجب علينا استعمالها حتى نحمل محرك الكهربائي من هذه الأخطار كما قلت لكم في بداية الحلقة الشيء المميز والمشترك في كل هذه الأعطاء هو الحرارة إذا يجب علينا استعمال جهاز حراري لحماية يعني لحماية يتحسس حرارة المحرك ويتدخل أيضا لقاف تشغيل ويضبط لنا قيمة شدة الطيار يعني الحرارة الزيادة في الحرارة تزيد من شدة الطيار المسعوبة إذا هذا هو موضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله وهو سنتعرف على جهاز الأوفرلود أو جهاز الرولي تيرميك يسمى بجهاز التبتابع الحراري أيضا يعني أنه يتتبع حرارة الأسلاك الداخلة إلى المحرك وأيضا يتتبع حتى كما قلت شدة الطيار إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم